بوادر انفراج ولو جزئي صارت تلوح في أفق العلاقات المتشنجة بين بغداد وأربيل بشأن إعادة تشغيل مطاري أربيل والسليمانية المعطلين منذ نحو خمسة أشهر على خلفية استفتاء انفصال إقليم كردستان الذي جرى أواخر سبتمبر الماضي وفد وزارة الأوقاف في حكومة الإقليم الذي زار بغداد أمس يقول إنه توصل إلى تفاهمات مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بشأن الخطوط العريضة لعملية إعادة فتح المطارين الوفد زار بغداد للاتفاق على ألية تسيير رحلات المعتمرين إلى الديار المقدسة من مطاري الإقليم وكلا الجانبين منهم كان بسياغة تفاصيل ذلك الاتفاق سيما المتعلق بتقاسم الرسوم المالية وتحصيل المال من المسافرين وانطلاق الرحلات ذهابا وإيابا دون المرور ببغداد لكن لم يحدد حتى الآن موعد لتسيير رحلات المعتمرين ورغم أجواء التفاؤل التي أشاعتها اللقاءات المباشرة والمنفصلة بين رئيس حكومة الإقليم نجيرفان بارزاني مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس الوفد الأمريكي جو بايدن على هامش أعمال مؤتمر ميونخ إلا أن بعض المراقبين يشككون بقرب حسم الخلافات بين أربيل وبغداد ربما سيكون هناك بعض الانفراج والانفتاح الجزئي وليس الكل هذا كل ما من الممكن أن نتوقعه من التواصل بين حكومة تقليم كردوسان والحكومة الاتحادية ولكن ربما سيكون الدور الإيراني أكبر من دور الولايات المتحدة الولايات المتحدة تحاول أن تحافظ على شعرة المعاوية مع العلاقة مع الحكومة الاتحادية ومع أقليم كردستان ولكن لا تستطيع أن تعمل الكثير لحل هذه الإشكالية أما الشارع الكردستاني فيرى أن السبيل لإنهاء الخلافات مع بغداد ينبغي أن يمر أولا عبر العواصم الإقليمية وفي مقدمتها طهران وأنقرة قد تشهد أزمة مطارات الإقليم انفراجا في القريب العاجل لكن الملفات والقضايا الخلافية الأخرى بين بغداد وأربيل تظل في الأمد المنظور بحسب مراقبين خاضعة للمساومات السياسية والتدخلات الإقليمية هيو عزيز سكاي نيوز عربية أربيل